انعيد تنشيط الذاكرة لماذا هذا القرار ظلاله انعكاساته هل الخطاب الديني الاسلامي ما زال يواكب العصر ام تراجع شكرا جزيلا اخي الكريم الاستاذ عمر على هذه الدعوة الى هذا اللقاء وهذا البرنامج الكريم وبرفقة اخي العزيز الاخي الكريم الدكتور تيسير عماري رجل مواقف الكريمة الطيبة اخي الكريم لابد في البداية قبل ان اقول يجب ان نفرق ما بين الدين والخطاب الديني بعض الناس عندما يسمع كلمة تجديد الخطاب الديني اول ما يتبادر الى ذهنه ان هناك مؤامرة على الدين وان تجديد الخطاب الديني يعني تحريف للدين وتغيير للدين وتلاعب في الدين وهذه قضية غير صحيحة الخطاب الديني هو كيف نفهم نحن الدين ونعبر عنه وفهمنا للدين قد يكونوا فهما صائبا صحيحا وقد يكونوا فهما خاطئا للأسف ان الكثير من اليوم يفهمون الدين فهما خاطئا ويعبرون عنه تعبيرا خاطئا ثم يلبسون افهامهم الخاطئة للدين فيسيئون للدين اكثر مما يحسنوا هذا الذي يعني احدث الارتباك والخلق بين الناس وبالتالي اصبح اي حديث عن تطوير او تجديد او تغيير او تحديث للخطاب الديني ينظر اليه بريبة وشك وتوجس وهذا الامر غير صحيح انا اقول نعم نحن اليوم بحاجة ان نجدد خطابنا الديني ليكون خطابا فاعلا يركز على القضايا الحقيقية للأمة يركز على الجوامع المشتركة وعلى القواسم المشتركة يركز على تعزيز السلم الاجتماعي في مجتمعاتنا يركز على بناء قوة الأمة يبتعد عن كل ما يفرق هذه الأمة يعود الى الثوابت والمقاصد الاصلية لهذا الدين هذه الحقيقة اليوم مسئولية كبيرة يتحملها انصح التعبير التعبير لجال الدين تتحملها المؤسسات الدينية ابتداء من الوزارات المعنية وزارة الاوقاف دائرات الافتاء دائرة قاضي القضاء خطاب المساجد خطاب الكنائس كليات الشريعة العلماء الباردون المفكرون الضبط أنا ثم عندي تحفظ دائما على مصطلح رجال الدين أنا بقول عنا علماء عنا مفكرين عنا 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 يعني أنا شوي بتعسس على كل يعني أصبح العرف الدارج يعني عندما نقول رجال الدين ليس بالمعنى أن لا يتحدث بالدين إلا من كان مختصا في الدين وإنما من عندهم اهتمام وفكر وتوجه للحديث في هذه القضايا لذلك أنا بقول الحقيقة نعم نحن بحاجة اليوم أن نعيد النظر في خطابنا الديني كيف نفهم هذا الدين كيف نقدم للناس كيف نبني من خلال هذا الدين مجتمع قوي متماسك أمام الصدمات بكرة ممكن تحصل أي مشكلة صغيرة فإذا المجتمع كله لا